ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر لقضيبية نعم في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية الكلمة السامية التي واجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعا في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناك كوب 28 والمنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تفضل جلالته فيها بالإعلان عن خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني لافتا المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تشنتها مملكة البحرين مؤخرا وأطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار بالإضافة إلى تأسيس منصة صفاء لتعويض الانبعاثات الكربونية في إطار مشاركتها في مؤتمر كوب 28 أشهد المجلس بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات في كلمتي أمام قمة لمؤتمر كوب 28 بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم واستثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة مهنئا المجلس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح جهود الإمارات التنظيمية في استضافة هذا الحدث العالمي الهام ومتمنيا أن تخرج القمة بنتائج نوعية تمثل دفعا قويا للعمل المناخي الدولي بما يصب في مصلحات الجميع ثم هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة مارة إكسبو 2030 والذي يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها وتتويجا للإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في كافة الميادين وقدرتها على استضافة هذه الفعاليات العالمية وإنجاحها متمنيا للمملكة الشقيقة دوم التوفيق والنجاح بعدها أعرب المجلس عن أصدقي تمنياته بالتوفيق والنجاح للدور الرابع والأربعين لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها دولة قطر الشقيقة وذلك في ضوء استعراضه لمذكرة سعادة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المقرر بحثها خلال الاجتماع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أكد المجلس مواصلة تعزيز المحاسبة وتبني المبادرات التي تكرس الشفافية في العمل الحكومي ومنوها بالجهود التي تبدلها وزارة الداخلية في هذا الشأن بعد ذلك رحب المجلس بفوز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023 وذلك ضمن جواز السفر العالمية لعام 2023 ومؤكدا مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج المعززة لمكانة مملكة البحرين في سياحة المعارض والمؤتمرات ودعم قدرتها في تنظيم الفعالية العالمية مشيدا بدور وزارة السياحة وكافة الجهاد ذات العلاقة فيما تحقق من إنجازات وتميز لمركز البحرين العالمي للمعارض بعدها تابع المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إجازة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لعلاج كاسكيفي إكساسيل لمرضى فقر الدم المنجلي السيكلر والثلسيمة بيتا وأكد المجلس في هذا الصدد مواصلة متابعة آخر المستجدات العلاجية وبذل الجهود من أجل حصول أبناء الوطن على أفضل مستويات الرعاية الصحية بعد ذلك قرر المجلس مايلي أولا المواثقة على المذكرات التالية مذكرة معالي وزير الداخلية حول إجراءات متابعة التزام مملكة البحرين بتوصيات مجموعة العمل المالي فاتف تمهيدا لتقديم تقرير المتابعة المعززة الخامس ضمن عرض مستجدات التقدم المحرز للالتزام بالمعايير الدولية والتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل لعام 2018 مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن تنظيم تصريح الملاحة للسفن الزائرة في المياه البحرينية لأغراض النزهة أو الصيانة والتزود بالوقود أو المشاركة في المعارض مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قرار لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول ضوابط وآلية المساكن الجماعية المشتركة والتي تهدف لضبط عملية استخدام العقارات للسكن الجماعي بما يوفر السلامة والصحة لمستخدميها مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء حول برنامج كفاءة الذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية والبدء في تنفيذه على عشرين مبنى حكوميا بعدها استعرض المجلس المذكرتين التاليتين مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول آخر مستجدات الخطة الوطنية للتشجير في مملكة البحرين للعام 2023 والتي تأتي تماشيا مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لتخفيض الانبعاثات الكربونية والوصول للحياة الكربوني بحلول عام 2060 مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء حول آخر مستجدات مشاريع الطاقة المتجددة بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي المشاركة في الجلسة الوزارية حول الزراعة والأمن الغذائي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 نتائج المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية نتائج المشاركة في أعمال يوم الصحة والاجتماع الوزاري الأول للصحة والمناخ خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 تقويم فعاليات مملكة البحرين للفترة من ديسمبر 2023 لغاية إبريل 2024 ترجمة نانسي قنقر شكرا